السلام عليكم ورحمة الله ازايكو حبايب قربي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هنقدم وصفة جديدة معنا وهي وصفة الشيشة اوك بكل اسراره وبتدبرته اللي رحيت هتجيب اخر الدنيا هخليكي واستاذة فيها يا سيد الكل واستحال ان ينتي تكليف اي مطعم تاني بعد النهاردة ومعها طبعا الرز الاصفر المباهر السائل جدا 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 بس قبل ما نقول الوصفة متنسينيش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرد عشان يوصل لك كل جديد ودلوقتي يلا نقول المئذير معنا ثلاث ولاك مخليين طبعا نخلي الجزر يخلهم لك وتقطعيهم وسط تقطيع وسط وطبعا مخسولين بالميا والملح والجنزابيل واللمون والصفين ومعنا طبعا الفلفل الالوان المتقطع مكعباته معنا نصف كباية ماء ببصل معلقة صغيرة طوم بودر بصل بودر فلفل اسود وجنزابيل واستبع بهارات وارفة نعمة او ارفة بودر اول حاجة هنجيب البولة يسبت الكل وننزل بيه نصف كباية البصل بتاعتنا طبعا المصفية طبعا من الاي كشور وبعد كده هننزل بكل التوابل ومعلقة كبيرة خلط طبعا عشان الانسجة تبقى طرقية من جوة وتستوي بسرعة معلقتين زيت كبار وده السرر بقى طبعا في اللون الجميل اللي هتشوفيه وهي معلقتين ستوياسوس هيبقى يعني لونه تحفة جدا جدا كأن شرياء جاهز من برا بعد كده هننزل بالوراك بتاعتنا المتقطعة لاها جبيرة ولاها صغيرة وهتتحط في التلاجة اقل حاجة ساعتين يا ست الكل عشان التدبيلة تشرب طبعا الوراك تشرب من التدبيلة بعد كده هنبدأ نسيخ الشيش طاوك بتاعنا ومن الاحسن ان احنا ننقع السيخ شوية في شوية مية عاديين جدا عشان ما يتحرقش من هنا في الفرن وهنبدأ طبعا عايزة طبعا تعملي مكعبات بصل مكعبات طماطم اللي انت عايزة بس انا اولادي ما بيحبوش غير بيقى الفلفل الالوان وطبعا كلنا عارفين القيمة الغذائية العالية للفلفل الالوان وطبعا هنا بسم الله ما شاء الله هنخلص الكمية بتاعتنا وبعد كده هنكون مسخنين الفرن على حرارة مية وتمانين على الرف الاوسط وخلصنا الكمية ودخلناها الفرن ودلوقتي هنعمل شوية الرز المبهرين اللي زي العسل هنجيب حلة اول ما هتسخن هنحط شوية زيت هننزل بيهم بيعود ارفة معلقة كبيرة كاري معلقة كبيرة كوركم ملح ولومي طبعا وفاصتين حبهين وورقتين وورق لورة هنقلب كويس جدا واول ما نشم الريحة بتاعت التوابل طلعت هننزل بالرز بتاعنا المصري المخسول والمصف كويس جدا وطبعا احنا قبل كده قالين ان الكوباية الكوباية الرز المصري عليها كوباية مية تمام بعد كده يا ست كل مسخنين مية هنزلنا بيها وطبعا هندي تقليبة كده بسيطة طبعا قبل من ايه ما نغطي عليها وصالوا عن نبي حبايب قلبي ولو وصلت معي الهين ما تنسيش تقوليلي انت بتتبعيني منين عشان تعليقلكو بي تسعدني دلوقتي بعد ما تشربت معينا وطينا العين خالص عليها عشان ايه علشان يستوي كويس وده طبعا الشكل النهائي طبعا للشيشتاوك بسم الله ان شاء الله حاجة زي العسل والرز المبغر المفلفل الجميل جدا وان شاء الله اعتمد الطريقة دي وبالفة هنا وشفة